عندما لا يرى المجرمون والقتلات جهة تحاسبهم وتردعهم عن جرائمهم فإنهم يتمادون بها ويتفننون بإيجاد طرق جديدة لها فهم في هدوء وأمن من المحاسبة بينما أولياء الدم في حسرة وخوف لا يجدون من ينتصر لهم وينصف دماء ذويهم هذه القاعدة ليست في شريعة الغاب فحسب بل باتت ظاهرة تميز البلدان التي لا قانون فيها وعلى رأسها عراق ما بعد 2003 عندما غاب القانون وفسد العقد الاجتماعي وبات البقاء للأقوى على حساب المظلومين والمضطهدين الإفلات من العقاب في العراق أصبح سياسة ممنهجة أعطت مهندسي الجريمة المنظمة ضوءا أخضر للقيام بعمليات القتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري ولعل ذلك ما يفسر تحول العراق لأكبر مستودع في العالم للمخفيين قسرا عدم وجود قانون رادع للجريمة في العراق عائد إلى أن القائمين بهذه الجرائم هم صناع القرار في الدولة العراقية ولهم أذرع في الحكومة والبرلمان ويهيمنون على الجهاز الأمني فإلى أي طرف يشتكي العراقيون إذا كان الجاني هو القاضي بدمائهم وتنسحب تداعيات سياسة الإفلات من العقاب على عمليات القتل التي اشتدت ضد متظاهري ثورة تشرين وتسببت بسقوط آلاف الجرحى وشهداء فوجدت الميليشيات على وجه الخصوص في غياب العدالة فسحة لها لاستهداف الناشطين وكان آخرهم وليس الأخير بطبيعة الحال الناشط إهاب الوزني ورغم التظاهرات والمطالبات الدولية بمحاسبة القتل لم تجد أم الوزني من ينصفها وما يعزز سياسة الإفلات من العقاب في العراق هو الصمت الدولي الرسمي على هذه السياسة فإذا كانت البعثة الأممية في العراق تؤدي دورا سلبيا في هذا الإطار فكيف بالجهات الأخرى وعي العراقيين بأسباب الجرائم المنظمة ودوافعها والمتسببين بها جعلهم يوقنون أن الخلاص لا يأتي من المنظومة الحاكمة الحالية المبنية أساسا على القمع المطلق لكل من يعارضها